توقيت اغتيال البروفيسور محسن فخر زهدة كان موضع اهتمام الخبراء والمعلقين في إسرائيل الذين ذهب بعضهم إلى حد اعتباره كل شيء لأن الاغتيال جاء في وقت حساس ومهم العين كانت تنظر إلى واشنطن من جلس في الغرف وقرر العملية فهم أنه لا يزال لديه خمسة وخمسون يوما لإدارة داعمة جدا ترى ايران باللون نفسه الذي نراه فيه تهديدا خطرا جدا أهمية التوقيت تنبع أيضا من تأثيره في قرار ايران الرد على عملية الاغتيال في ظل ظروف داخلية واخليمية ودولية بلغة التعقيد والحساسية رد لا يرتبط بالقدرة المتوافرة بقدر ما هو مرتبط بالمصالح والأهداف الاستراتيجية لإيران إسرائيل تستعد لكل سيناريو في المؤسسة الأمنية يقدرون أن إيران ستعمل فإيران لديها ذاكرة طويلة وقدرات عالية والانتقام ممكن أن يحدثها حتى بعد سنوات فهم لا يلعبون طاولة الزهر بل الشتران التعهدات الإيرانية بالرد ليست خطابية في كل مرة نسأل فيها أين الرد الرد سيأتي حين يكون مريحا لإيران لديهم برنامج استراتيجي طويل الأمد وهم براجماتيون وليسوا متطرفين معلقون حذروا من أن اغتيال فخر زادة يمثل نجاحا تكتيكيا مع خطر تصعيد استراتيجي وأن ترامب معني بأن يخلف وراءه عالما ملتهبا ونتنياهو سيسر بتقديم عود الثقاب وإذا كانت إسرائيل تقف وراء الاغتيال فمن المؤكد أن تكتشف أن الضرر الذي ألحقته بنفسها أمام إدارة بايدن أكبر من الضرر الذي ألحقته بالإيرانيين أكبر من الضرر